بسم الله الرحمن الرحيم أعزائي المشاهدين كالعادة كالعادة كل ما فرخ بن زايد محمد بن سلماني يسوي مصيبة يطلع ويكذب 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 وإعلامه الكاذب هم أصلا سبحان الله الشذاب ما يشغل للشذاب الدجال ما يشغل للدجال شلت عصابة كذبين أفاقين مزورين سبحان الله يعني يقتل ينهب يسوي ويخرب ويتكلم بطريقة يا أهبل يا عبيط نحن في عشرين عشرين زمن الإعلام زمن التصوير زمن اليوتيوب والفيسبوك كل شيء صار مكتشوف بتتكلم وتشذب لغاية متى لغاية متى أنت بتتم تشذب طبعا مقتل عبد الرحيم الحويطي الله يرحمه طلع اليوم كالعادة بيان من شيخ قبيلة أعتقد اليوم أو أمس متأخر بيان من شيخ قبيلة الحويطات شيخ اسمه عليان بن عابد أو بن عايد ما أدريين عموما اسمعوا معاي هذا البيان وأتحدى أتحدى إذا كان شيخ القبيلة هذا هو اللي طلع البيان يا حبيبي البيان جاهز وصيغين وانطلعين بالنيابة عنه ومح حد كفوا ويتكلم ولو حد يتكلم ترى ها أنا قلت لكم أمس مقتل هذا عبد الرحيم الله يرحمه مش لأنه يبونوا يقتلونه لا نحن نبين وصل لكم رسالة رح نقتلنا الآن واحد اللي فيكم بيوسوس رح نقتل قتل رح نمحي من على وجه الأرض مجرمين مجرمين إخواني الأفاضل مثل ما قال المثل أضرب المربوط يخاف السايم أو يخاف المفتلت نعم إخواني الأفاضل خلونا نسمع هذا البيان اللي لا قاله الشيخ ولا تكلم عنه طلع وقع وقع يا حبيبي وانت ساكت انت قلت ولا ما أنا قلت أنا قلت ولألمكم أخواني الأفاضل هذا النظام الخسيس فرخ بن زايد وبإعاز من محمد بن زايد أنا قلت لكم هذا بو فورتي جراند ومادري فورتنايت ولا مينكرافت يعرف هالسوالف لا يا حبيبي هذا فرخ شابش نش فهمها هذا النظام لعلمكم وباعتراف كثير من الناس اللي وقعوا تحت هذا البطش من هذا النظام لدرجة والله في بعض الناس يقول لك إنه يهددوننا في حريمنا راح نختصب زوجتك راح نختصب أختك إذا أنت ما قلت هذا الكلام أو إذا ما سويت هذا الفعل فكثير من الناس حسبي الله نعم الوكيل الواقعين ضحايا تحت هذا النظام الغاشم نظام الفرخ محمد بن سلمان شي يقول الشيخ عليان أصالة عن نفسه ونيابة عن أبناء القبيلة عبر الشيخ عن تجديد هاي أهم شي تجديد البيعة والولاء اللي خادم الحرمين الملك سلمان وولي عهده محمد بن سلمان أهم شي تجديد البيعة أهم شي إحنا وراك يا محمد بن سلمان طبعا الملك سلمان مسكين له داري عن شي أهم شي إحنا نجدد لك البيعة أنت تبوك أنت حرامي أنت تقتل إحنا نجدد لك البيعة حين تقنعون إن هذا الشيخ هو اللي صاغ هذا البيان البيان الكوبي بيست اللي كل ما تصير مصيبة يطلعون لكم بيان من هذا النوع مثل عيال خاشقجي الله يرحمها تلوهم تل حتى رايح العزة رايح يسلم على الملك وثوبه معفس ما إش إنها عضة شلب رايح غصبا عنه وروحوا وسلموا على الملك وسلموا على محمد بن سلمان وروحوا وسلموا على محمد بن سلمان اللي قتل أبوكم حسبي الله نعم الوكيلي فإنجدد البيعة حفظهم الله على السمع والطاعة إحنا نسمع وانطيع قتلت كفرت بهدلت خربت إحنا نسمع وانطيع في المنشط والمكره وإن حبهم لأرض السعودية من شمالها ولجنوبها ومن شرقها لغربها وطاعتهم لولاة الأمر مستمدة من الأجداد للأحفاد كلها كلام فاضي كلها حشو يبوني يقنعون أن الشيخ عليان هو اللي كتب هذا الكلام وأكد الشيخ الزمهري أن هذه القبيلة هذا الكلام اللي أنا بوصل لكم أن هذه القبيلة لا يمثلها فرد هذه القبيلة لا يمثلها فرد يعني أنا انقتل عيلتي تتبرى مني أنا انقتل قبيلة الأنصار يتبرون مني حسبي الله هو نعم الوكيل كلام كلام صيغينه بطريقة ان احنا هذا اللي مات انتبرى منه لا هو يمث كالعادة كالعادة نظام محمد بن سلمان هذا ديدنة وهذا اسلوبه يقتل يلعب يخرب ويتبرى ولكنه سوى شيء لا يمثلها فرد واحد يعني احنا لازم نقتل ألف اذا قتلتوا ألف اذا محمد بن سلمان قتلت ألف من الحويطات بعدين الألف راح يمثلون لا 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 واحد ما يمثلنا نعم كما نثمن الجهود التي تقدمها الدولة ولولا لهم كلام الفاضي واهم شيء كاتبين مشروع نيوم اش قالوا عنه العملاق الذي سوف احنا هذا الشيخ مسكين يمكن جاوز الخمسة وسبعين ولا وصل الثمانين يعني تبون تقنعون انه برح يمجد نيوم حسبي الله نعم الوكيل مشروع نيوم العملاق الذي شو ركزه على هذا الكلام الذي سوف يدعم ابناء المنطقة من خلال الابتعاث الداخلي والخارجي في أرقى الجامعات انت انتوا حين صار لكم تحكمون سبعين ثمانين سنة فيه ناس من الشعب السعودي مبلاغ يأكل فيه ناس مساكين محصلين وظيفة محصلين يتزوج ما عنده بيت ناس تنتظر بالثلاثين سنة عشان يحصل بيت صار لكم سبعين سنة ما سويتوا شي نيوم بيسوي شي ما خليته مليار ما خليته أرض ما خليته شي إلا شفقته يا ينتبون تقصون على الشعب وتفحكون على الشعب وتفحكون على أبناء القبيلة أن هذا نيوم راح ينقذكم أو أنا أكرر حمض على بوزك أنك تشوف نيوم قلت لك نيوم هذا حط حرف الغين غيوم غيوم والله غيوم بتشوفه فوق وما تقدر اططالها حسبي الله نعم الوكيل أنا راح أركز على كلمة أن هذا اللي ما ترحمه لا يمثل القبيلة ما يمثل القبيلة تبرينها مننا خلاص نسينا المعتصم اللي إنسانه تبعد عنه آلاف الكيلومترات قالت ومعتصماه تحرش فيها واحد رومي جيش الجيوش هل المعتصم قال هذه الإنسانة ما تمثلنا ما تمثل المسلمين يا أوباش يا كلاب يا تشذابين يلي قاعدين حتى في بياناتكم تكذبون وتلفقون وتلصقون هذا البيان إلى شيخ القبيلة وشيخ القبيلة أنا متأكد أنه بريء من هذا البيان له داري عنا مسكين وإذا داري عنا فمخصوب هددتون في أهله هددتون تقتلونه عارفين حركاتكم والشعب السعودي كله كله حتى العلاميين يعرفون أنهم يكذبون كل الشعب السعودي يعرف أن علامكم كذاب يكذب على الجميع استاذ في الكذب حسبي الله نعم الوكيل الفتاة أو الإنسانة المسلمة الأنصارية اللي تحرش فيها تحرش فيها اليهودي راحت محل ذهب تحرشوا فيها اليهود ولما صرخت واحد من الأنصار فزعلها وقتل اليهودي بس لأن شوف قتل اليهودي لأنه تحرش فيها هي أنجاز وتجمعوا اليهود على هذا الأنصار وقتلوه كلاب جبناء اليهود ماذا سوى الرسول قال الأنصار ما يمثلونه قال هذه الفتاة ما تمثلنا تفعي عليكم يا كذبين يا جبناء راح وغزب أن يقريضوا وطردهم من المدينة المنورة الشد طرده هذه الأخلاق ما قال الرسول تحرش فيها لا 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 هذه ما تمثلنا الأنصار يقتلوه لا 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 هذا ما يمثلنا ما يمثلنا حسبي الله نعم الوكيد يا تشذابين ياللي تقتلون القتيل وتمشون في جلاسته حتى فعلانكم كذب لو سكدت أحسن لو أنا والعياذ بالله طبعا أن أنا أكون مسؤول عن العلام عندكم لأن أنا بصير مسؤول عن العلام عندكم لابد أن أكتب هنا كذاب على جابهتي وعلى جبيني والعياذ بالله لو أنتم سألتوا على نصيحتي مثلا مثلا كنت قلت لكم خيطوا حلوجكم ولا تطلعون هالبيان اللي كله في كذب في كذب الله ينتقم منكم الله ينتقم منكم ويا رب إن هذا عبد الرحيم الله يرحمه تكون بداية شرارة سقوطك يا محمد بن سلمان يا فرخ بن زايد ياللي جاي يا جلالك انت تدمر أرض الحرامين وتحول هذه الأرض الطاهرة تحولها إلى دولة علمانية تحارب الدين وحركاتك اللي أنت سويتها مكشوفة مكشوفة فتحك يوتيوب بس وشوف البلاوي الزرقة اللي سواها أنا أقول لكم عزيزي المشاهدين لا تصدقون هذا الإعلام القذر النجس التابع حق فرخ بن زايد وطبعا محمد بن زايد هو كبيركم الذي علمكم الكذب وعلمكم القوادة وعلمكم هيئة الترفيه والله يا شعوب المملكة إن محمد بن زايد ما حط يده في يد محمد بن سلمان وراح تتذكرون كلامي إلا لجل إنه يخربكم ويخرب المملكة ويقسم المملكة وأهم حاجة راح يسوي حلقة دعمة للحوثيين لجل إنه يقضي عليكم راح يسوي حلقات أفضح هذه الأفعال خبيثة أتمنى الرسالة تكون وصلت أصحوا أصحوا يا أهل المملكة نفوا بلادكم من هالشذابين الإعلاميين اللي قاعدين العبور عليكم وأقضوا على هذا الفرخ الخبي وياكم يا السعود يالك الواحد فيكم قبل صاحب السمو وصاحب السمو وطلعتوا خرطي عند هذا الفرخ حسبي الله نعمل وكلا